الكرو أخد بعضه وراح على شعبان علشان يأكلوا أكلة السمك الصح مدحة محمد فضل مدير محلات شعبان فرع المنشية محلات شعبان من أعرق المحلات في اسكندرية المحل يمكن بيمتاز بشعبيته أكتر رواده من خارج اسكندرية لا أصعار في متناول الجميع كل واحد بيخش المحل بيبقى عارف هو هياخده مش هيخش محل مثلاً يقوم يلاقي فاتورة عالية يلاقي معاملة بسيطة وضعه منها البسيط بتحس إن انت مش قاعد مثلاً في مكان مثلاً بريستيج معين وكنك قاعد مع صحابك وكنك قاعد في البيت وكنك قاعد في قصة ما استعرفها دي اللي بتميز المكان بساطة في كل شيء سبب الاسم إنه هو كان في الأول محل صغير وكان بيبيع في الأول سندوتشات سمك مع بطاطس مع حاجات البسيطة وبعد كده كان الناس رواد مثلاً من برصة القطن وقاعدين على التجارية كان يجو المحل ده الكلام ده في الستينيات فهوال الستينيات فييجي ياخد سندوتشات سمك مع سندوتشات بطاطس الرواد بقى من خارج إسكندرية يجي وكلموا بعض فاق أكلت فين؟ يقول له خش في الزقاء داخل الزقاء ويوصفوله ففين شعبان بعد ما يليف فين المحل ده في أول ما يصل؟ أول ما يصل هو ده شعبان بتاع السمك اللي بيقوله عليك هو ده بقى اللي بقوله عليه شعبان فمع تكرار الجملة عمل اسم المحل بقال له لأ أنا هحطه على الإسم ما يسميه كده هو ده شعبان بتاع السمك اللي بيقوله عليك على أساس تبقى إيه؟ إجابة لسؤال يبقى كل واحد بعد ما لفه وبعد ما دور ييجي يلاقي يلاقي المحل يقول له خلاله هو ده شعبان بتاع السمك يبقى هو جاوب نفسه على السؤال بعد اللف اشتركوا في القناة